السلام عليكم. نحن دلوقتي في المحاضرة التامنة نكمل في نفس المحاضرة السابعة نحن نتكلم في المحاضرة السابعة عن 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 نوعين ياما اتكلمنا في المحاضرة السابعة التي فاتت عن وفي نوع تاني من الاناليتيكال الذي أبدأ أقارن جروب بجروب تاني لكن الدسكريبتف ده لا كنت تشغال على جروب واحد من الناس الاناليتيكال ده موضوع المحاضرة النهاردة وهو ثلاثة أنواع كهورت وكيس كونترول وكروس سيكشنال ده اللي هنتكلم عنه محاضرة مهمة جدا وهيجي منها اكيد ان شاء الله هيجي منها السابعة المتحان اللي هو زي ما احنا متفقين والأساس عندي النهاردة كهورت وكيس كونترول دي أساسها أصلا في الدسكريبتف فهي دخلة في الاناليتيكال بحطة صغيرة كده تمام؟ آخر حاجة كنا تكلمنا عنها اللي هى الليمتيشنز والادفانتشز بتاعت الدسكريبتف ستادي المرة اللي فاتت هنبدأ بقى ايه؟ احنا كنا بنقول واي كوندكت ستاديز اللي هو الأهداف علشان هابنعمل ستادي أو دراسه معاينة فقلنا أقول حاجة عشان أوصف الفريكونسي والكاركتريستيكس بتاعت هيلس بروبلم معاينة وده اللي حققها الدسكريبتف ستادي علشان بقى حدد البرتكتف والريسك فاكتورز اللي هي تاني نقطة بالأحمر دي فديت عن طريق الاناليتيكال دي اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي انا عايز الاول اتكلم عن حاجة ايه ااخد الموضوع من سطحه خالص حاجة سطحية جدا عن موضوع احنا بنقارن اساسا في المحاضرة دي بين الكهورت وكيس كنترول وعايزين نعرف الفرق ما بينهم دلوقتي انا بادرس حاجتين الاكسبوجر والاوتكم الاكسبوجر ده اللي هو غالبا ايه؟ بالنسبة دي فانا عايزة اقارن يعني تو جروبس فعندي احتمالين ان انا اجيب تو جروبس منهم جروب بيتعرض للرسك فكتور معي وامشي معاهم في فترة زمينة معينة اشوف الجروب اللي بتعرض لرسك فكتور معين ده الامراض اللي هتجيلو تمام؟ واشوف بقى معدل حدوث الامراض ديت وهكذا عندي حاجة تانية ان انا ممكن اجيب تو جروبس جروب منهم عندو مرض معينة مش بيتعرض الحاجة معينة عندو مرض معينة والجروب التاني ما عندوش المرض ده وابدأ اشوف واسألهم على اسئلة من اللي هو تاريخ المرض بتاعهم القديم يعني واشوف ايه اللي كانوا بيتعرضوا لها مختلفة اللي ممكن تكون قدت للمرض ده تمام ده اللي هو اسمه كيس كنترول يبقى عندي الكهرت بجيب جروب وجروب تاني تمام مسلا جروب بيدخن وجروب مش بيدخن ده الريسك فاكتور وابدأ وافضل ماشي معهم لمدة زمنية معانا اشوف هل ايه الامراض اللي بتيجي للجروب اللي بيدخن ومعدل حدوثها في الجروب ده اكتر من الجروب اللي مش بيدخن ولا فابدأ اشوف هل السجائر دي بقى كده بتمثل خطر ولا لا لو كان معدل حدوث المرض زي مثلا لان كانسر في الجروب السموكرز اكتر من معدل حدوث لان كانسر في الجروب النان سموكرز يبقى كده ده ريسك فاكتور تمام ده الكهرت لكن الكيس كنترول هي من اسمها كده عندي كيس اللي هو شخص المريض والكنترول ده الشخص المعافى فانا بجيب مسلا شخص عنده لان كانسر يعني جروب من الناس عندهم لان كانسر وجروب تاني ما عندوش لان كانسر لازم ما يكونش عنده لان كانسر بس بتربط منهم حاجة معينة ده الكيس كنترول وببدأ ارجع اسألهم على حاجات بيتعرضوا مثلا لايه بيشربوا سجار ولا لا حاجة معينة في وظفتهم يعني اي ريسك فاكتور في دماغي اسألهم بيتعرضوا ليه ولا لا وبكده اقدر اشوف ريسك فاكتور ده هل بيؤدي للمرض ولا لا تمام دي حاجة سطحية هنبدأ ان نفسرها اكتر لو محدش فاهمها يعني فانا بيبع عندي زي ما احنا شايفين في السلايد دلوقتي اللي هي الهايبوثيس دي يعني عندي فرضية الفرضية دي نجيب تهم يعني مثلا جي في دماغي اللي انا بقول يعني زي المثال اللي عندنا تحت ده ان الهاي فات دايت بيزود احتمالتي البرست كنسر اعتقد لسه في الأول ك dining study ان اغلب اللي عندهم بريست كنسر بيأكلوا فات كتير فانا ربطت للمعلومتين ببعض عايز اتأكد هل الكلامي صح او لا فابدأ اعمل ايه ابدأ اعمل الانيلتك للسطادي فبحدد اي نوع 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 نوعانيلتك للسطادي اللي هوحظ كهرت والكست كنترول والكروس سكشنات تمام؟ ومثال ثاني هو برضو هل هيباتيتس بي بيؤدي إلى زادة احتمال حدوث الليفر كانسر ولا عملوه من خلال الاناليتيكال يعني يا إما هزبت صحة الفرضية يا إما هزبت خطأها تمام؟ تاني حاجة هنتكلم عنها إن الاناليتيكال ستادي دي بيبقى لها خطوات أول حاجة اللي أنا بعرف الهايبوثيس اللي أنا عايز أجربها أو أشوفها صحة ولا لا زي ما احنا قلنا يعني بحدد إيه هايبوثيس اللي أنا أشتغل عنها اللي هي مثلا إنكريس فات إنتيك بليد تو لان كانسر تمام؟ تاني خطوة بحدد إيه الإكس بوجر بتاعي وإيه الأوتكم يعني لازم دول يكون متحددين بالزبط يعني أنا عندي الإكس بوجر ده اللي هو ريسك فاكتور مثلا أو ممكن يكون بروتكتف فاكتور ممكن يكون مثلا يتعرض للشمس فبيزود فيتامين دي فده حاجة كويسة تمام؟ فاهمين؟ فعندي هنا الإكس بوجر هيبقى الفات إنتيك والأوتكم المرض الأوتكم اللي هو ديزيز بريست كانسر ثالث خطوة هشوف أنهي أناليتك الستادي اللي أنا هستخدمها هي كل واحدة لها خصائص معينة بتميزها يعني على حسب النوع الدرسة اللي أنا أعملها هارجع للنوع أناليتك الستادي اللي هستخدمها يعني عشان التوضيح بيقولك في الآخر depending on disease nature والريسك فاكتور والتايم فهنفه من الحتة دي بس أنا هقول معلومات دلوقتي هنرجع نستخدمها بعد كده إزاي على حسب disease nature والريسك فاكتور والتايم؟ أنا عندي ممكن أكون عايز أعمل دراسة سريعة تمام؟ فعايز أجيب مجموعة من الناس ساعتها هستخدم الكيس كنترول الكيس كنترول بتاخد وقت قصير ليه؟ لأن أنا بجيب المرضى دول وأشوف تاريخهم المرضي فممكن أستوجبهم في تاريخهم المرضي في قاعدة يعني مش عاوز بقى أرجع لهم بعد شهرين وأرجع لهم بعد سنة وكده مش محتاج أتابعهم في حاجة على عكس الكهورت الكهورت دي إحنا قلنا بنجيب جروب عنده يعني بيتعرض بييدخن وجروب مش بيدخن وأبدأ أتابعهم في خلال شهور أو ممكن سنين يعني بتطول جدا فأنا لو عندي وقت قصير محتاج أعمل فيه البحث ده أو أشوف الفرضية دي فمش هينفع استخدم كيس كنترول لأنها بتحتاج وقت أنا بتابع المريض من أول ريسك فاكتور قبل ما يجيلوا المرض يعني لازم كل اللي أنا بشتغل عليهم في الكهورت ما يكونش عندهم المرض أصلا ده بالنسبة للتايم بالنسبة للتايم والريسك فاكتور فأنا عندي أمراض نادرة وعندي ريسك فاكتور نادرة تمام فأنا لو عندي مرض نادر زي يعني فيه مرض مثلا بيتحول فيه العضلات اللي في الجسم للعظم تمام فده مرض نادر جدا يعني أنت ممكن تكون يعني غالبا ما سمعتش عنه أصلا حالات قليلة جدا على مستوى العالة فأنا لو عايز أشوف هل فيه ريسك فاكتور بتؤدي المرض ده ولا لا فأنا بقى مش هعد ماينفعشي أنا كده عندي رير ديزيز تمام لو أنا رحت أقول أنا هستخدم كهورت هو الصح هنا هستخدم كيس كنترول وهقولكوا ليه لو أنا رحت استخدم كهورت كهورت بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على ريسك فاكتور فقول يا سيد انت هتجيب مليون شخص مليون شخص ما عندهمش المرض وبيتعرضوا لمليون ريسك فاكتور مختلف فأنت غالبا غالبا مش مش هتصهر لك حالة المرض يعني مش مش هتلاقي واحد على مدار مئة سنة أصلا جالوا المرض ده يعني غالبا مش هيجيلك المرض فأنت كده بتضيع وقتك على الفاضي لكن انت لو جيبت ناس عندهم المرض بالفعل يعني استخدمت الكيس كنترول اللي أنا بجيب فيهم جروب من الناس عندهم المرض وجروب ما عندهمش وأبدأ أشوف الجروب اللي عندهم مرض ده كانوا بيتعرضوا لإيه؟ كانوا بيدخانوا بيتعرضوا الأشعة معينة إلى آخره يعني. فساعتها أنا هقدر أعرف فعلاً اللي بتأدي المرض ده في وقت قصير. وعلى النقيد برضو لما أنا عندي يعني مثلاً يعني كفاتي أو كهب ده يعني مثلاً ناس قولها جداً جداً اللي بتتعرض للأشعة جاما. فأنا عايز أشوف التعرض للأشعة جاما بيسبب أمراض ايه. أنا أقول مثلاً ممكن نكون كلنا متعرضة. أنا معرفش تفصيل الأشعة جاما بصراحة. يعني أنا بدرب مثال كده من الهواء. فأنا زي ما بقولك عايز أشوف إيه الأمراض اللي ممكن تسببها أشعة جاما دي. فالصح إن أنا طالما ريسك فاكتور رير يبقى أنا بستخدم الكهرت. ليه؟ لأن أنا لو رحت على الكيس كنترول فأنا بجيب أشخاص مرضى وأشخاص مش مرضى وأبدأ أشوف تاريخهم المرضى. فأنت ممكن تجيب مئة شخص ألف شخص مليون شخص ومش هتلاقيهم تعرضوا للأشعة جاما. وبالتالي أنت ما معرفتش تحدد الأمراض اللي بتسببها أشعة جاما. لكن أنا لو رحت على ناس مثلاً شغانين في مكان معين بيتعرضوا للأشعة جاما دي. وشفت وبدأت أتابعهم على مدار سنين معينة عن طريق كهرت ستادي. اللي بتاخد سنين عشان تتابعهم. ممكن تلاقي واحد مثلاً حصل له مرض معين. فتبدأ تربط بين تعرضوا للأشعة دي والمرض. يبقى إحنا عندنا باختصار كده الرير إكسبوجر اللي هو الرير إكسبوجر باستخدم فيه كهرت. لكن الرير ديزيز باستخدم فيه كيس كنترول. تمام؟ وهنا بنقول حتة دي ايه بسرعة بعد كده تاني. يبقى أنا كده حددت نوع الانتكي ستادي على حسب الديزيز نيتشار والريسك فاكتور والتايم. دي كانت تالت ستب. رابع ستب الانتكي ستادي كومولي كهرت بيقولك ان ليها كهرت وكيس كنترول. دول الأساس وممكن أستخدم الكروس سكشنال بس ده نادرا يعني. تمام؟ يبقى أنا عندي اهول هايبوفيسيز. مثلا الناس اللي بتدخن او بتشرب شيشة. هل هم عرض اكتر للانتكي ستادي اول خطوة. ثاني خطوة هحدد الاكسبوجر والأتكم. الاكسبوجر اللي هما بيشرب شيشة. الاوتكم هل بيجي لهم لانتكي ستادي او لا. تمام؟ هبدأ بقى شوف نوع الدراسة عندي. هلا هستخدم كورت ستادي ولا كيس كنترول ولا الكروس سكشنال ستادي. تمام؟ همسك بقى واحدة واحدة من دول. هتكلم معنا بالتفصيل. وخاصة كورت وكيس كنترول. بالنسبة لتعرفها والخصائصها والخطوات اللي انا بعملها عشان اللي بعملها في الدراسة ديت. وكل واحدة بيبقى معها قانون يعني. القانون ده برضو مهم يعني. اعتقد لازم يجي مثلا سؤال على القانون ده. المشكلة ان القوانين كتير. فاحنا هنحاول ان نوضعها بحس يبقى القانون مستنتج مش محفوظ. علشان فعلا من القوانين كتير في المحاضرات الجاية. وهما يعني اشبع بعض المشكلة وكلهم بيستخدموا نفس الرموز وكده. بس ان شاء الله الموضوع يبقى سهل. ولو عرفنا برضو قبل الامتحان يعني حاول نربة القوانين ببعض او نرسوهم مع بعض كده في فيديو. يعني ان شاء الله يبقى افضل يعني. والمزايا والعيوب باخر حاجة ولميتيش. تمام هنبدأ بكورت. كل ستادي من دول بيبقى ليها اكتر من اسم. فانت لازم تبقى عارف الاسماء المختلفة عليها. علشان بقى ده هيلعب بيه في الامسي كيو كتير برضو. فاحنا عندنا الكورت ستادي. هنجيب بمجموعة من الناس. يعني بيقول لك عندهم خصائص مشتركة. مثلا السن. المستوى الاجتماعي. المكان اللي هم عايشين فيه. الى اخيره يعني. تمام. فأكزامبل للناس المولدين في نفس السنة. تعريف اول حاجة definition court study. هي بيقول لك epidemiological observational. احنا قلنا observational نوعين analytical و descriptive. ده الاناليتكالي. يبقى observational analytical study. بقارن حدوث المرض. incidence of disease among group of individuals. exposed to specific factor. وحدوث يعني حدوث المرض في ناس بتتعرض لفاكتور معين. اللي هو الاكسيبوجر. وبالنسبة لحدوث المرض في ناس مش بتتعرض لفاكتور ده. يعني بقارن حدوث مثلا. لانج كينسر في ناس اللي بتدخم بالنسبة لحدوث لانج كينسر في ناس اللي مش بتدخم. ببساطة يعني. اساميه التانية مهمة جدا. الكهورت ليه اربع اسامي. perspective و incidence و follow up و lingitude. هنفسر اسماء بحيث تثبت معاكو. ال perspective دي يعني حاجة متوقعة في المستقبل. احنا عندنا الكهورت هو اللي بجيب فيه العيان بيتعرض للريسك فاكتور معين وابدأ اتابعه على مدر زمن كبير يعني ممكن يوصل لسنين. تمام. فعلشان كده هو perspective يعني بتنظر الى المام او بتنظر المستقبل في دراسته. في الامراض اللي الشخص ده يتعرض لها. وتانية حاجة اللي اسمه incidence study عشان بحسب من خلاله incidence. وتحطها قاعدة في دماغة مهمة جدا 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 جدا. incidence يعني كهورت و كهورت يعني incidence دايما دول يعني مسمى واحد. يعني دي رسمي جاية. يعني مهمة جدا للمعلومة ديت. اللي انا بحسب من خلال الكهورت بس اللي اقدر احسب من خلاله incidence. اي حاجة تانية مش بعرف احسب من خلال incidence. تمام. وفلق اب يعني متابعة متابعة للعيان. ده برضو الحاجة اللي انا بعمل فيها متابعة للعيان على مدار زمان معين. واسمها لونجتيودلن study. يعني طولية. يعني برضو جاية من هي بتاعت فترة زمانية كبيرة. تمام. ولازم تانية حاجة اللي بيتعرض للrisk فكتور ده او بيتعرض للإكسبوجر. عشان هو ممكن ما يكونش risk فكتور زي ما احنا اتفقنا ممكن يكون protective factor. ممكن يكون فكتور ملوش اي علاقة بال disease ولا بيسببه ولا بيحمي منه تمام. يعني احنا عندنا ثلاث احتمالات. يقما يكون الفكتور ده والexposure risk factor بيقضي الى المرض. يقما protective factor بيحمي من المرض يقما ملوش علاقة. فلازم يكون الناس اللي عندي دول سواء بيتعرضوا للrisk فكتور ده او مش بيتعرضوا ما عندهمش المرض. انا عايز اشوف معدل حدوث المرض. يعني لازم اجيب الناس معافاة من المرض ده. وتالت نقطة في الليلة ديت. انا دلوقتي جبت اتنين جروبين وهقسم كل جروب على حسب وانا بتابعه كده جاله المرض ولا مجالوش المرض. يعني انا جبت يعني هنشوف المثال ازاي الحتة ديت. اهو انا جبت عندي study population. قسمتهم exposed و un exposed. والexposed دول طبعتهم في خلال سنين معاينة فشوية جالهم المرض وشوية ما جالهمش. وفي نفس الوقت ال un exposed شوية جالهم المرض وشوية ما جالهمش. تمام؟ انا بحسب ال incidence عن طريق الكهورت علشان احسب من خلالها relative risk. relative risk ببساطة risk اللي هو خطر. فانا بشوف مدى خطورة الاكسبوجر. فهعمل هحسب ايه؟ هحسب احتمال اللي انا يجيلي المرض ده بيزداد كم مرة لما بتعرض الاكسبوجر ده او بيقل كم مرة لما بتعرض الاكسبوجر ده. يعني مسلا ممكن اكون لما انا هدخن هكون معرض ليجيلي lung cancer خمس مرات اكتر لو انا مش بدخنا. تمام؟ هنشوف في المثال ده او القانون انا عندي بعمل جدول بقسمه على حسب الاكسبوجر ده واني اكسبوجر ده في الكهورت ستادي. تمام؟ فانا عندي الاكسبوجر. مثلا انا عندي 30 شخص. وعايز اشوف مين اللي بيدخن فيهم. ده ال risk factor اللي هقسمه من خلاله. واشوف مين اللي هيجيله مثلا ال lung cancer. تمام؟ فال 30 شخص دول لقيت فيهم 10 بيدخنه. اللي هما اكسبوجر. يبقى اي زائد بي بيساوي 10. التوتال بتاع الاكسبوجر بيساوي 10. وفي نفس الوقت الاكسبوجر ده 20 شخص مش بيدخنه. تمام؟ وهبدأ اتباعهم في خلال فترة زمنية معينة. عشان شوف مين اللي هيجيله. كلهم ما عندهمش lung cancer. تمام؟ وبقيت العشرة ما جالهمش lung cancer. يبقى بيساوي 5 وبي بتساوي 5. تمام؟ انا بقول مثال بسيط. عشان بصراح المسال اللي جاي في البرزنتيشن. ارقامه جبيرا قوي. وفي اخطاق بسيطة عشان منعوكش الدنيا. فنحن قلنا 30 طلع عشرة بيدخنه. منهم خمسة جالهم المرض وخمسة ما يجالهمش. ايه بتساوي خمسة وبي بتساوي خمسة. والآنيكس بوزد. اللي بقيت التلاتين اللي هم عشرين شخص. يبقى سيزق دي بيساوي 20. يعني لو انت عايز تكتبها وراي في الفيديو في ورقة كده عشان تبسط. انا مش هاملك اكتبها. ومثلا اتنين جالهم المرض من العشرين دول. يبقى سيزق بتساوي مع انهم ما تعرضوش للريسك فاكتور ده. بس اتنين جالهم اللان كمسة. ودي هيبقى بتساوي 18. تمام؟ فانا هحسب الانسدنس اللي هو اهم خاصية في الكهورت ستادي. فعايز الانسدنس دي معدل حدوث. فانا عايز احسب حاجتين. معدل حدوث المرض في الناس اللي تعملين. يعرضوا للسموكينج. ومعدل حدوث المرض في الناس اللي ما تعرضتش للسموكينج. تمام؟ معدل حدوث المرض في الناس اللي ما تعرضت للسموكينج. يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي عدد المرضة اللي جالهم المرض على عدد الكلي للناس اللي بتدخن. عدد اللي جالهم المرض يعني انا بشتغل على اللي بيدخنوا المحدهم اللي مش بيدخنوا المحدهم. اللي بيدخنوا اللي هو ايه وبي. ايه ده اللي جالهم المرض? يبقى نهقسم ايه على ايه زائد بي? اللي هو عدد المدخنين اللي جال المرض على عدد المدخنين الكلي. ايه على اي زائد بي? اللي هو خمسة على عشرة يعني نص خمسة من عشر خمسة من عشر خليها خمسة من عشر. والأنيكسبوزد لو عايز احسب معدل حدوث المرض في الناس غير المدخنين هيبقى عدد الناس اللي جاء لهم المرض وهم غير مدخنين على العدد الكلي للناس الغير مدخنين يعني يا رب تكونوا فهمين معي. اللي هو سي على سي زائد دي. تمام? احنا قلنا سي اللي هو انكسبوزد وجاله المرض كانوا اتنين. وكلهم كانوا عشرين يبقى اتنين على عشرين يعني واحد على عشر. واحد من عشر. يبقى انا كده عندي معدل حدوث المرض في المدخنين او في الامكسبوزد خمس اشخاص من كل عشر اشخاص. ولكن معدل حدوثه في الاشخاص الغير مدخنين هيبقى واحد من كل عشر اشخاص. تمام? علشان احسب بقى ال 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 معرض ان انا يجي لي لانج كنسر لما دخن بخمس مرات اكتر. يعني بتزداد احتمالية خمس مرات لما اجي دخن. يعني انا ان انا لو ابطلت تدخين هتقل احتمالية ان انا يجي لي لانج كنسر. يبدا يعني في نظرك كده ده ريزك فاكتور ولا مالاش علاقة? اكيد ريزك فاكتور علشان احتمالية ان انا يجيلي المرط زادت لما اتعرضته. فببساطة كده يعني القانون بيقول بيتل سلايد اللي هو لو الريلتف ريسك اللي هو النسبة بين الاثنين طلعت واحد يبقى عدد يعني معدل حدوث المرض ثابت سواء انا تعرضت الاكس بوجر ده او ما تعرضت الوش يبقى الاكس بوجر ده مالوش علاقة بالمرض يبقى الاثنين الاكس بوجر فاكتور is not associated with the disease. لو الريلتف ريسك زي الحالة دي طلعت بخمسة يعني اكتر من الواحد اي ان كان واحد وربع واحد ونص اي حاجة فساعتها ده هيبقى risk factor يعني بيقضي للمرض لو طلع اقل من واحد هيبقى protective factor ده بالنسبة لطريقة حساب incidence والريلتف ريسك في كهورت incidence قلنا موجود بس في كهورت لكن هنروح هناك في الاثنين التانين اللي هو ال cross-sectional والcase control هنلاقي حاجة اسمها odds ratio يعني مفيش incidence و ال odds ratio دي بينجيب من خلالها risk factor علشان الاسف يعني بينجيب من خلالها risk factor relative risk اللي هو الر تمام لو عايزين نشوف المثال اللي هو جايبه لنا هنا برضه يعني smoker و non-smoker و بيجيله chronic heart disease او مش بيجيله فهنا هيبقى يعني عندي جبت عدد اشخاص 12000 شخص السمطوم من حيث smoker و non-smoker يبقى عندي 4000 شخص بيدخانه 8000 مش بيدخانه السمطوم تاني خلال دراستي بقى في سنين في خلال سنين للناس اللي جالها المرض و الناس اللي ما جلهاش فلاقيت 25 من واحد من اللي بيدخانه جالهم المرض و 27 من اللي مش بيدخانه جالهم المرض تمام يبقى عندي دية a و d b و d c و d d يعني ما اعتقد مش شرط نثبت الحروف هنا بس انا بفكركم بالجدول اللي كان عنديها فبيقول لي احسب ال relative risk وقول معنا interpret يعني ده بيدول هل ده risk factor ولا protective ولا مالوش علاقة تمام فانا هعمل ايه اول حاجة هحسب ال incidents معدل حدوث المرض يعني حاولوا تفهموها علشان القوانين كتير فعلا معدل حدوث المرض في المدخنين و معدل حدوثه في الغير مدخنين معدل حدوث في المدخنين هيبقى 25 على 4000 و معدل حدوثه في الغير مدخنين هيبقى 27 على 8000 وبعد كده هاجب بالنسبة معدل حدوث في المدخنين الى معدل حدوث في الغير مدخنين يطلع لل relative risk يعني هنا 25 على 4000 27 على 8000 لو أسمتم على بعض هتطلع على اتنين يعني اكبر من الواحد بدا risk factor تمام آخر حاجة في الكهورتس دي المزاياها وعيوبها مزاياها أول حاجة إن هي بيقولك الوحيدة اللي بتعمل ديريكت ستيميشن للريسك فاكتور يعني إيه ديريكت ستيميشن أنا بجيب الريسك فاكتور وبشتغل عليه بشوف هو بيعمل أمراض إيه لكن لو رحنا في الكيس كونترول هتلاقيك بتجيب المرض ذات نفسه وتشوف إيه الريسك فاكتور زي اللي أدت إليه يبا أنا بجيب الريسك فاكتور بطريقة إن ديريكت في الكيس كونترول يبا هنا بجيب الريسك فاكتور بطريقة ديريكت تمام في الكهورت تاني ميزة اللي هو بيحسب برضو الحاجة الوحيدة اللي بتحسب بيستخدم في دراسة اللي اتكلمنا عنها من شوية لما قلت لكم إزاي بنحدد نوع الانيلية تاكليستيلي اللي هستخدمها على حسب بطبيعة المرض وطبيعة الريسك فاكتور فانا لو عندي ريسك فاكتور نادر زي ما قلت المثال هبدي كده اللي هو الجاما ريز فأنا مش هقعد بقى أدور في الأمراض واجيب مليون واحد عندهم أمراض مختلفة واشوف الريسك فاكتور زي اللي بتعرض لنا في الآخر أنا مش هلاقي حد تتعرض لجاما مثلا فهتبقى دراستي يعني بصرف فلوس على الفاضي لكن لو أنا جبت ناس بتتعرض بالفعل الأشعة دية وبدأت تشوف إيه الأمراض اللي جات لهم فكده هقدر أسس تأثير أشعة جامعة دي فعشان كده هو بيستخدم في حالات تمام وبيوضح العلاقة الزمنية بين يعني هقدر من خلاله أقول الشخص ده كان بيدخن وجاء لانج كنسر في خلال خمس سنين تدخين وكان بيدخن مثلا كذا السجارة في اليوم تمام فعارف التفاصيل المدة الزمنية بين التعرض للإكسبوجر وحدوث المراض تمام آخر حاجة في المزايا بيقولك هو ممكن تعرف أكتر من أوتكام واحد يعني مالتوب الأوتكام يعني ديززز كتير يعني أنا بدرس مثلا ريسك فاكتوري سموكينج فممكن من خلاله أعرف تأثيره على حدوث أمراض القلب وأمراض الرئيئة والسرطانات المختلفة حاجة بتحصل في الكبد وإلى آخره أمراض كتير زي ما قلنا الكورت ده أنا بجيب ناس الناس دي مش بتيجيب بلاش أكيد في مقابل مقابل مادي أو مقابل خدمة معينة فالخدمة دي بتكلفني فهو غالي وبعدانا أنا بشتغل على الناس دي سنين يعني شوف بصرف قدي وتاني حاجة تاني حاجة أنا بعد سنين أعمل دراسة الكورت دي تاني حاجة مش مناسب في يعني لو عندي مرض نادر زي ما احنا قلنا اللي هو المرض اللي بيتحاول فيه العضلات العضي فأنا هلاقي أنا لو جبت برضو مليون شخص بيتعرضوا لريسك فاكتور معين وناس تانية مش بتعرض لريسك فاكتور ده ففي الآخر مش هيحصل لي المرض أو مش هيزهر لي المرض في الحالات دي لكن أنا لازم أروح على الكيس كنترول وأجيب للشخص المريض على طول وأشوف هو اتعرض لإيه قبل كده تمام ده تاني تاني حاجة دلوقتي أنا جبت ميت شخص يشغال عليهم طب الميت شخص ده منهم اللي هيموت واللي هيسافر واللي مش عارف أطوله واللي مش عايز يكمل في الدراسة ديت فأنا مش 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 هقدر أسيطر على ناس فترة كبيرة أو أتابعهم فترة كبيرة ممكن يهربوا مني وماقدرش أوصل لهم تاني هرابة عيب يعني أنا بيقولك ممكن يغيروا العاداتهم أو الهابتس اللي هي قد تكون ريسك فاكتور اللي بدرسه فلو أنا عندي واحد بيدخن وأنا عايز أشوف هيحصل للم كنسر بعد بيئي من التدخين فممكن يبطل أصلا التدخين فأنا مش هرجع أقول له بقى تعال دخل أنا عايز أكامل الدراسة بتاعتي فكده هنبدأ في الكيس كنترول قلنا فيها كنام ويعني هنعيد تاني ونقول الزيادات برضه هنتكلم عن التعريف والخطوات واللي زي بحث بالعلاقة بالرسك فاكتور بالديزيز والأدفانتج والليميتيشن نبدأ بالتعريف احنا زي ما قلنا اللي هي بتشتغل على يعني التاريخ المرضي القديم للعيان يعني أنا بجيب عيان جاهز عنده المرض وبشوف هو تعرض لليه قبل كده وزي ما قلنا اللي احنا بنجيب جروب عنده ده احنا في الكيس كنترول دلوقتي جروب عنده المرض وجروب مش عنده المرض وابدأ اشوف اتعرضه وبرضه بيبقى الجروبين دول فيهم حاجات مشتركة مثلا زي ما قلنا السن او 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 كده يعني الى اخيره تمام فعندي مثال هنا بيقولك هل السموكينج بيؤدي البيبتيك ألسر فانا لو هشتغل في الدراسة ديت على كيس كنترول فانا لازم اول حاجة احدد اول حاجة بعمل الهيبوفيسز اللي عندي اللي هي هل التدخين يؤدي الى التقرح المادة او قرحة المادة تانية حاجة بحدد الاكسبوجر والأوتكم الاكسبوجر عندي السموكينج والأوتكم البيبتيك ألسر فلانا اعمل كيس كنترول يبا انا هجيب مجموعة من الناس عندهم المرض وهو البيبتيك ألسر وغروب تاني ما عندهمش يعني معديتهم سانيمة تماما وابدا اشوف الريسك فاكتور اللي تلين اتعرضوا له تمام بسم الله دي شوية حاجات مميزة للكيس كنترول يعني اول حاجة انا زي ما قلنا بنجيب جروب من الناس عندهم المرض وجروب تاني ما عندهمش المرض وابدا اشوف تاريخ المرض بتاعهم ولازم وانا بختار الكيس احنا قلنا اسمها كيس كنترول يعني الكيس ده اللي هو المريض لازم المريض ده اتأكد ان هو عنده المرض لازم يكون عنده سيمتمز والساينز واللاب تيست بوزتيف بانه عنده المرض ولازم في نفس الوقت الكنترول اللي انا جايبه يكون معافية تمام من المرض لا عنده ساينز ولا سيمتمز ولا اي بوزتيف خاصة بالمرض ده تمام ولازم يقولنا فيه خصائص مشتركة ما بينهم زي السن او الجنس يعني رجال او كلوم ستات الى اخير يعني والسيش او كنوميك سستيتس ولازم يكون عدد الكنترول يعني اكتر يقد عدد الكيس او اكتر منه يعني الكنترول لازم يكون يعني بيساوي او اكتر يعني مثلا ممكن واحد يعمل يسيرش فهو جاب 20 واحد عندهم المرض فاستسهل وجاب 10 بس مش عندهم المرض لا ده مش بيعمل دقة في النتائج عشان يبقى في دقة لازم مثلا يكون عندي لو 20 كيس يبقى عندي 20 كنترول او اكتر 40 60 80 الى اخره تمام لازم برضه بنسأد يعني انا دلوقتي بس ألف البستستوري فلازم الكيس والكنترول الاتنين اسألهم نفس الاسئلة بالزبط نفس الفورم بتتوزع عليهم عشان يجاوبوها بالنسبة البست اكسبوجر لريسك فاكترز المختلفة وبحدد الاكسبوجر اللي انا اشغال عليه ممكن اشتغل على الاكسبوجر او اكتر وطبعا مدة التعرض للاكسبوجر ده بس دي غالبا مش بتبقى بتعتمد على العيان ممكن عيان يكون دقيق وعيان تاني يقولك معلومات مغلوطة وكده وزي ما قلنا الانسدنس بيتحسب بس في الكورت فهنا بيقولك في الكيس كنترول انا مش بعرف احسب الانسدنس معدل حدوث المرض لان انا بالفعل بجيب المرضى جاهزين يعني بجيب شخص مريض مش شخص بيتعرض لحاجة واشوف معدل حدوث المرض بالنسبة له ايه فانا مش بحسب الانسدنس بحسب بحاجة اسمها الودز ريشو تمام الودز ريشو دي بحسب برضو الودز ريشو في الكيس والودز ريشو في الكنترول وبجيب النسبة من الكيس للكنترول بتطلع ريالتي بريسك تمام يعني الودز ريشو دي بتشوف هل فعلا الاكسبوجر ده بيقدي المرض ولا بس يعني بطريقة غرور مبشرة اشتغل على المرض ذات نفسه وبرجع بالزمن يعني تمام فانا عندي الودز ريشو بقارن عدد بعدد في نفس الجروب تمام فانا اشتغلت على كيس فهجيب نسبة الكيس دي اللي هما الناس عندهم مرض وليكن مثلا برضو لانج كنسر فانا عندي هنا لانج كنسر احنا اسمنا الجدول كيس كنترول كيس ده المريض والكنترول ده المعافى وهل هو معين او لا فلو عندي مثلا الكيس والكنترول ده يبقى ما عنده ده مثلا فهيبقى ايه ده الناس اللي بتدخن وجالها لانج كنسر او بمعنى ادق هنا في الكيس كنترول دي ناس اللي عندها لانج كنسر وطلعت قبل كده بتدخن وبي ده الناس اللي بتدخن لكن ما جالهاش لانج كنسر والانج سي الناس الكيس يبقى الناس اللي عندها لانج كنسر لكن ما كانتش بتدخن ودي ده ناس ما عندهاش لانج كنسر ومش بتدخن فهبدأ احسب ايه لسي يعني ايه على سي اللي هو عدد المرضى اللي كانوا بيدخنوا الى عدد المرضى اللي محنوش بيدخنوا واحسب برضو الودز ريشو في الكنترولز بي لدي يعني عدد المعافين المدخنين العدد المعافين الغير مدخنين تمام? وبعد كده هقسم الكيس على الكنترول هيطلع لل الريلاتف ريسك وبرضو آسف انا بجيب في الرقامين اللي فوق اللي هو ايه على سي او بي على دي ده بجيب الودز بتاع الاكسبوجر اوز اصلا معناها افضلية او ارجحية ارجحية بمعنى ان مثلا يعني جايب واحد عند فبقول ارجحية المدخن اللي هو كذا كذا بخما لو عرفت ابسطها بتارها تانية بعد كده هحاول يعني بس عمتا احنا جبنا الاي على السي والبي على دي هقسموهم على بعض هيطلع لي الودز ريشو هي هي الريلاتف ريسك يعني لو بتساوي واحد هتبقى الاكسبوجر مانوش علاقة بالدزيز ولو اكبر من الواحد هتبقى بريسك فاكتور ولو اقل من الواحد هتبقى بريسك فاكتور المسال هول احنا بنقول عليه اللي هو تدخينه بالنسبة للبيبتك الالسر فايحنا زي ما احنا شايفين تقسيمة الجدول المتالي مفهومة هنحسب الودز الودز بالنسبة للكيس والودز بالنسبة للكيس والودز بالنسبة للكنترول هيبقى ايه على على السي اللي هو 600 على 400 ده الودز في الكيس في الكيس وفي الكنترول هيبقى 1000 على 2000 تمام 600 على 400 6 على 4 3 على 2 1000 على 2000 بنص يبقى 3 على 2 على نص يعني فيها التلاتة نحظة اهي يبقى كده الناتجة عندي 3 التلاتة دي اكبر من الواحد يبقى الور او 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 اكبر من واحد بتساوي 3 يبقى دا رس كفاكتور مازايا بقى الكيس كنترول اللي هو ممكن ندرس من خلاله رير ديزيز مش عايز اقولي الحتة دي تاني اللي انا لو عندي مرض نادر فانا هجيب الناس المرضى على طول واشوف كانوا بتعرضوا لايه مش هينفع اجيب المختلفة واشوف قدة المرضى ولا لا وممكن يعني بيعتمد على يعني هي داتة في الماضي فانا هي جاهزة عند المريض انا بجيبه وبسأله اسئلة غير مكلفة وسريعة مش بتستغرق وقت عشان احنا قلنا بتعتمد على البست history وبتعامل مع المريض ممكن مرة واحدة واخر حاجة ممكن نشوف من خلاله اكتر مريسك فاكتور يعني او راح عنده البتكالسر ممكن نشوف كان بيدخ كان بيشرب كحول كان بيأكل اكلة معينة تمام المتاح يعني عيوبها هي مش بتحسب الزيز اوكرينس اللي هو الإنسيدنس او مش جامدية لو انا جبت امراض مختلفة وعدد ضخم من البشر عندهم امراض مختلفة ممكن ملاقيش حد فيهم عنده الاسبوجر اللي انا بدور عليه عشان هو rare تانية حاجة not easy to estimate time صعب لنا احسب الوقت بين الاسبوجر والدزيز عشان ده بيعتمد على زاكريات العيان وغالبا هيديني معلومات مش دقيقة زي ما انا اشتغل عليها في خلال سنين في الكهورت كالدقيقة كان اقدر احسب الوقت بين ده وده ومش بتحسب الريسك دايريكت لي هي بتحسب ان دايريكت عشان بيجيب المرض واشوف من خلاله الريسك لكن التانية كنت بيجيب الريسك واشتغل لي دايريكت اللي هي الكهورت ريكل بايس يعني بيحصل اخطاء الريكل دا هو استطاع الزاكرة فهيحصل هيجي لي معلومات غير دقيقة يعني ممكن مريض يديني معلومات غير دقيقة بسبب مثلا زاكرة ضعيفة او مش فاكر بالزبط او كده اخر حاجة اللي هنتكلم بسرعة الكروس سيكشنل احنا زي ما بنقول كده الكروس خكيرين فهيبطروا تدخين لا يعني بشتغل على ميل او فميل تمام وفكرته بسيطة جدا انا بجيب مجموعة من الناس وبقسمهم اربع حاجات من الاول كده بقسمهم ناس بتتعرض لريسك فاكتور معين وعندها ديزيز معين يعني مثلا عندي حددت هو التدخين والريسك هو لون كمسر فانا مجموعة عندها وبندخن مجموعة عندها وما بتدخن مجموعة ما عندها لن كانسر وديدخن مجموعة ما عندهاش لن كأنسر وا متض через الاول Kaiser خارج المصاد من خلايا احسب وما في kedios سلايد and here knocked series c explaining كده يعني هو بس يعني المسألة الوحيدة هنا اللي هو وإحنا قلنا ريشي دي رقم لرقم في نفس الجروب تمام فأنا هحسب هو حتى ايه مش جايب مش جايب عليها مثال فأنا هسأل الدكتور يعني حاجة زكده ممكن تيجي مسألة ولا بسوها مش جايب تفاصيل يعني فالموضوع مش مش مهمة بالدرجة آخر حاجة مزاياها اللي هي غير مكلفة وبتاخده دي وقت قصير هي برضو احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي بتبقى نوعا ما سناب شوت يعني باشوف المريض مرة واحدة فدي حاجة غير مكلفة وبتحصل فوقت قصير يعني من خلالها ممكن اقترح ان ممكن مسلا التدخين يؤدي الى العيوبها ان هي طبعا بتحسب بتحسب العشان حاجة وحيدة هي اللي بتحسب العشان وهي الكهورت تمام والأوتكم والإكسبوجر موجودين عندي في نفس الوقت فانا مش عارف ايه اللي حصل في يوم الاول تمام يعني حلو اول مثال هو مدي بيقول لها واحد عنده ارترايتس فالأرترايتس دي في المفاصل فبالتالي هو مش مش هيقدر يتحرك فوزنه هيزيد وبالعكس ممكن واحد بطخين جامد ووزنه زايد فوزنه تقيل على ركبه على مفاصله فادى الى حدوث ارترايتس تمام فانا مش عارف ايه في يوم اللي حصل اول وطبعا مش هقدر احدد الوقت بين الاكسبوجر والريسك فاكتور زي ما كانت بعرف احدده في الكهورتين يبقى ده عيب مشترك بين الكروس سيكشنل والكيس كنترول انها مش بعرف احدد الوقت في الزبط بين الاكسبوجر والريسك فاكتور بس كده خلصنا يا دكاترالا شكرا جدا معلش طولت عليكم في الفيديو ده بس هيقيم فيديو مهم جدا 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 شكرا اشتركوا في القناة